بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام وركيا الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن اسم طارق في المنام هنتكلم عن أهم التفسيرات المتعلقة به كمان هنعرف إمتى بتكون رؤيته محمودة أو إمتى بتكون رؤيته غير محمودة هنعرف كمان معناه لو شافت الرؤية دي فتاعة سباق أو مرأة متدوجة أو مرأة مطلقة أولا بشكل عام رؤية اسم طارق في المنام من الرموز اللي بتبشر الشخص بحدوث تغييرات إيجابية في حياته وهتحصل عن قريب كمان من الرموز اللي بتدل على حدوث مفاجآت حدوث أخبار أو مناسبات سعيدة ومناسبات مفرحة لما يشوف الرأي شخص بيسمى طارق فمن الرموز اللي بتبشره بالنجاح من أشخاص حاسدين لي أو أشخاص كانوا كارهين أو بيتبروله شر أو ضرر كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على دعم وعلى مساندة خصوصا في مجال عمله المرأة المتزوجة لما تشوف اسم طارق فبيكون بشارة ليها بقرب معاد حملها لو بتسع الحمل كمان بشارة بالفرج بتحسن في أوضحها بشكل عام بخلصها من هموم كمان لما تشوف المرأة المتزوجة اسم طارق وهو مكتوب في البيت عندها فدارز كتير وخير هيعود عليها كمان من السماع اسم طارق للمرأة المتزوجة ده خروجها من ديئة أو منهم الفتاة العزبية كمان لما تشوف اسم طارق في المنام فمعنى كده إنه هيتقدم لها شخص والشخص ده هيكون يعني مشكل مفاجئ كمان اسم طارق من الرموز اللي بتبشرها بحصلها على أموال وأموال من حيث لا تحتسب لما تشوف إنها بتقرأ اسم طارق فمن الرموز برضو اللي بتبشرها أو إن هي بتسمع اسمه فبيكون بشارة لها بأحداث مفرحة وبأحداث سعيدة كمان الفتاة العزبية لما تشوف اسم طارق فبرضو بيكون بشارة بخلصها من خوف من قلق أو من مشاعر سلبية بشكل عام كمان المرأة المطلقة لما تشوف اسم طارق فبيكون بشارة لها بتغييرات إيجابية هتحصل في حياتها كمان من الرموز اللي بتدل على سمحها كلام طيب أو سناء أو مديح كمان المرأة المطلقة لما تشوف اسم طارق فمن الرموز اللي بتبشرها بالزواج والزواج من شخص هيكون سند ليها وهيكون عون ليها كمان الرجل لما يشوف اسم طارق فبرضو من الرموز اللي بتبشره بحدوث أمور مفاجأة في حياته يمكن هتغير حياته للأفضل وللأحسن ترجمة نانسي قنقر